الله يا الله احصل يهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا هؤلاء هم اليهود باختصار وان لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي الا باستئصالهم باذن الله تعالى هل يمكن يهودي يتحول الى مسلم هاي احدى الاشياء التي غفل عنها المسلمين دعوة اليهود الى الاسلام يمكن يهودي يصير مسلم اذا هو ما صار مسلم ابنه يصير مسلم حفيده يصير مسلم الوالد رحمه الله عند كتاب هؤلاء اليهود يمكن كتب قبل خمسة واربعين عام او اكثر احدى الاشياء التي كتبها هنالك دعوة اليهود الى الاسلام يهود بشر اكو فيهم مجرمون ولكن بشر في عهد النبي الاعظم صلى الله عليه وآله كم من اليهود اسلموا في حديث في الكافي على ما اتذكر موجود على اثر تشريع من النبي الاعظم صلى الله عليه وآله فاسلم عامة اليهود في قضية بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه في حوار هذا الحوار مذكور في هامش الفرائد ورأيت كتاب ينقل هذا الحوار يقول فعلى اثر هذا الحوار اسلم مئة الف واحد من اليهود افرضوا الرقم مبالغة عشرة آلام افرضوا مئة واحد فرضا اذا هذا الرقم مبالغة مئة واحد اذا ممكن التحول اذا واحد يلاحظ التحولات التاريخية هؤلاء الغرب يمكن في يوم من الايام ان يسلموا نعم هي هذه البلاد الغربية يمكن ان تكون في يوم من الايام كلها بلاد اسلامية وهذا هو الشيء الذي تخشى من الصهيونية العالمية يقولون في عام خمسين ميلادية لعل معظم اوروبا يصيرون مسلمين الطابع العالم هذا اللي دا يخشون منهم ودا يتحركون لهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة